كاس العالم السنية دي كاس عالم بطريقة عربية الأسرة ثم الأسرة ثم الأسرة الأم التعاطف الشخصي مع أعضاء أسرتنا والتعامل معهم هو ده السمة الرئيسية لكاس العالم في كذا نقطة برضو في كاس العالم منها الحضور المصري في حفل نهائي حفل الختام صحيح أننا مش موجودين كرويا لكن كان عندنا حضور بالفن شكرا للقوة النعيمة شكرا للفن المصري كنا موجودين بواجز وكنا موجودين بفرح دباني هما الاثنين مصريين ففكرة أن أنا الفن المصري هو دايما الرهان بتاعي مش أي حاجة تانية وده قوة النعمة فدي حاجة مهمة جدا مصر كانت حاضرة بفنها بكاس العالم مصر لم تغيب عن كاس العالم فنيا وبالنسبة لكرويا لا تعليق في أكتر من نقطة مهمة جدا بعد مشاركة مصر في الختام بالأغاني أتمنى بقى أن نستثمر الشخصيات دي ويجزي روح يعمل كرني النقابة زي ما احنا متفقين ندعم الفن المختلف يعني خلونا نبقى وراء ولادنا علشان نفضل كده زي ما الآخرين وزي ما قطر وزي ما الدول العربية كانت وراء الوجوه الجديدة اللي طلعتها في ختام المهرجان ايوا تنسوا برضو أن في حفل ختام المهرجان قطر وطلعت مجموعة من شباب المطربين العربي اللي من السعودية ومن دبي بيغنوا من جميع الأنحاء على المسرح للناس كلها تتعرف عليهم وللعلم معظمهم كان نساء فده برضو لي معاني كتير قطر شكرا قطر دي كانت رسالة العالم كله لقطر قطر حلمت خططت نظمت ونجحت وده رسالة مهمة جدا لكل البشر ولكل البلاد قطر كانت على مستوى راقي جدا كل الناس اللي سافروا رجعوا بيقولوا مفيش غلطة مفيش صنطي من الخطأ كان فيه كم من التنظيم والكرم وحاجات كتيرة بتتعمل مجانا والاحتفاء اللي هم الأجانب مش مصدقين الروح العربية والكرم العربي قطر صعبت على أي دولة تاني حتنظل كاس العالم لأنها عمل التنظيم مع بقري وأمن الأمن ده ناس كتيرة جدا ده جزء من التنظيم الكلمة التي تقول أنهما علوا سقف لا في الأمن والأمان يعني سيكون هم قدموا إبهار لكن فيه عنصر أمن أن ولا حد من الناس دي تخانق مع حد ولا حد تسرق ولا حد تضرب ولا حد تعاكس الفكرة أن هي علت سقف الأمان كمان للأشخاص ترجمة نانسي قنقر